في الوقت الذي يشكل فيه البقاء في المنازل سلاحاً فعالاً للحد من تفشي فيروس كورونا أسهمت مواصفات البناء للوحدات السكنية في مدينة الجبيل الصناعية والتي طبقتها الهيئة الملكية بوضع أعلى معايير أنظمة العزل الحراري للحفاظ على بقاء حالة ثبات درجات الحرارة داخل المباني مما مكن الأسرة من ترشيد استهلاك وحدات التكييف والطاقة أولى الهيئة الملكية بالجبيل ينبع اهتماماً كبير لتطبيق أعلى وأجود المواصفات لنظام العزل الحراري وفقاً لكود البناء السعودي والمتوافق مع هيئة المواصفات والمقييس ومطابقاً لمواصفات الهيئة الملكية يتم التركيز على نظام العزل الحراري من بداية مرحلة التصميم بتوجيه المبنى لاتجاه الأنسب لتقليل مصادر دخول الحرارة ومن بعدها تبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي ويرعى خلال مرحلة التنفيذ اختيار أجود المواد للعزل الحراري أكثر من 29 ألف وحدة سكنية تستخدم أنظمة فعالة للعزل ساعد على تحفيز البقاء وصنع الرفاهية داخل البيئة المنزلية وتبديد مخاوف الأسر من ارتفاع استهلاك الكهرباء نفقاً لاعتماد هيئة المواصفات والمقاييس ومواصفات الهيئة الملكية واختيار أعلى كفاءة الطاقة مما توفر على العائلة السعودية استهلاكها للطاقة وتوفيرها للتكيف أيضاً بناء مجتمع مستقر يطمح للأفضل دائماً رؤية تعكس تطلعات الحكومة الرشيدة نجحت في تحقيقها مدينة الجبيل الصناعية بفضل بنيتها التي أسهمت في تحسين جودة الحياة وتحقيق أسلوب حياة متوازن نجحت الهيئة الملكية بالجبيل في تطبيق مواصفات العزل الحراري للمنازل مما ساعد على ترشيد الاستهلاك وتعزيز رفاهية الحجر المنزلي على اللغة الإخبارية الجبيل الصناعية